مرحباً أعزائي متابعي قناتي أهلاً وسهلاً بك إلى قناتي تم الإفراب عن سائق الشاحنة جولتكين جولسوي بعد بيانه في الحادث الذي أصفر عن إصابة ثمانية أشخاص بمن فيهم المغني التركي إبراهيم تتليسيس في منطقة بودروم في مغلى بعد الحادث ظهر تعبير سائق تتليسي الشاحنة التي تحمل لوحة ترخيص 48 بيزي 87 يقودها كالتيكينج كالزوي الذي كان يقود سيارته في اتجاه أورتيكينج في 25 أغسطس الساعة الحادي عشر من شارع كوباز خرجت عن السيطرة على الطريق الذي كان زلقاً بسبب المطر على بعد 60 متراً من التقسيم طريق استضمت الشاحنة التي مرت في المسار المقابل بالحافلة الصغيرة التي تحمل لوحة رقم 35 بيزي 63 والتي كان فيها إبراهيم تتليسيس تحت إشراف أوغوريا الماس السيارة التي تحمل لوحة ترخيص 48731 دينار بحريني يقودها محمد علي تيمورهان الذي جاء خلفه مباشرة استضمت أيضاً بالحافلة الصغيرة المقلوبة سقطت شاحنة وحافلة صغيرة في الخندق حريق سيارة المدلش إبراهيم تتليسيس الذي كان في الحافلة الصغيرة في الحادث ضابط الشرطة البيرو أريتشي أوغلو، متينو كانتيمور، أوغوريا الماس، مولوت أيكي، بيركا جول، سائق الشاحنة جولتكين جول سويوت المصاب وبعد الإختار تم إرسال فرق الصحة والإطفاء والشرطة إلى موقع الحادث في هذه الأثناء اشتعلت النيران في الحافلة الصغيرة التي كانت تتليسيس فيها ولما رأى أن السيارة اشتعلت فيها النيران، تدخل إيد تتليسيس، نجل تتليسيس، بطفاية حريق تمت إزالة إبراهيم تتليسيس، الذي كان عالقاً في السيارة في حوالي ساعة واحدة بعد تدخل الفرق بعد إخماد النيران تم نقل تتليسيس، الذي تم إجراء أول تدخل له في موقع الحادث إلى المستشفى الخاص في المنطقة بعد التدخل العام للأطباء، تم تحديد أن تتليسيس مصاب بكسر في لوح الكتف تم نقل إبراهيم تتليسيس إلى المطعم حيث كان سيقدم عرضاً في سيارة الإسعاف بعد أن خرج مساء نفس اليوم غنى تتليسيس من كرسي متحرك مع ضمادات قدميه أقام تتليسيس حفلاً موسيقياً في تششمها الليلة الماضية وبصرف النظر عن تتليسيس، خرج المصابون الآخرون من المستشفى بعد العلاج في تصريح لسائق الشاحنة جوتكين جولسوي، علم أنه فقدت السيطرة على السيارة على الطريق الزلق بسبب المطر وأنه صدم من الحادث وذكر أن الأطراف ذات الصلة بالحادث لم يشتكوا من بعضهم البعض وأنه تم الكشف عن صف فاصل عشرك حول بروميل في دم سائق الشاحنة جوتكين جولسوي أثناء الفحص تم إطلاق صراح جولسوي بعد الإجراءات شكراً لمشاهدة الفيديو الخاص بي لا تنس الاشتراك في قناتي ومشاركتها مع أحبائك إذا أعجبك الفيديو الخاص بي مع السلامة شكراً للمشاهدة